هي آخر إمبراطورة للبرازيل نشأت كأميرة إيطالية لتتزوج بعد ذلك من بيدرو الثاني وتذهب إلى البرازيل فتعشق هذا البلد من كل أعماقها ويطلق عليها الشعب لقب أم البرازيليين توفيت بعد شهر واحد فقط من سقوط الملكية ونفيها وكانت تحظى باحترام الجميع بمن فيهم الثوار على زوجها عن دونا تيريزا كريستينا نتحدث ولها اليوم سنخصص هذا التقرير من قناتنا منارت ثقافة قبل أن نواصل عزيز المتابع ندعوك طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الأعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله ندعوك أيضا إلى زيارة موقعنا وإلى الاشتراك في حساباتنا على أنستغرام والفيسبوك ولدت تيريزا كريستينا سنة 1822 ولقد كانت ابنة دون فرانشيسكو الأول ملك السقليتين في إيطاليا كانت أيضا حفيدة للويس الرابع عشر ملك فرنسا وابنة للأميرة الإسبانية ماريا إيزابيلا توفي والدها سنة 1830 لتصبح تيريزا يتيمة وهي في الثامنة من عمرها لم يكفيها ألم اليتم هذا حتى زادت والدتها من مأساتها عندما تجهلتها تماما وتزوجت من ضابط صغير السن لتنشأ الأميرة اليتيمة في جو يشبه العزلة والوحدة وصفها المؤرخون بأنها كانت شخصية رقيقة جدا وخجولة وبأنها اعتادت أن تتعامل بريضا تم مع جميع الظروف التي تواجهها في حياتها شبت تيريزا وكانت جميلة وبمجرد أن سمعت عائلتها بأن إمبراطور البرازيل الصغير السيد بيدرو الثاني ينوي الزواج عرضت حكومة السقليتين يد تيريزا كمرشحات للزواج من الإمبراطور ولقد تم إرسال صورة مرسومة ومزخرفة للأميرة ليوافق بيدرو على ذلك ويتم الزواج سنة 1843 ميلاديا وعلى الرغم من البداية الفاترة لعلاقتهما إلا أن علاقة الزوجين تحسنت بمرور الوقت ويرجع ذلك طبعا لصبر ولطف تيريزا وبساطتها وتواضعها الكبيرين وطبعا فإن كل هذه السمات جعلت الشعب البرازيلي يحبها حيث يذكر المؤرخ أنيلو أنجلو بأن الشعب أطلق على الإمبراطورة لقب أم البرازيليين حيث دعمت بشدة الثقافة والتنمية العلمية لم يكن زواج تيريزا كريستينا من إمبراطور البرازيل مفعما بالشغف والرومانسية إلا أنه اتسم بالاحترام المتبادل وكانت الإمبراطورة زوجة وفية تساند زوجها ومكانته دون كلل ولا ملل أطلق عليها أيضا لقب الإمبراطورة الصامتة وذلك لأنها كانت تحافظ على الصمت خاصة في المواضيع التي يراودها فيها الشك عن وجود علاقات غرامية لزوجها مع جليسات بناتها حيث كانت هناك شائعات بأن الإمبراطورة بيدرو قد كان على علاقة مع مرافقات بناته وفي سنة 1889 أسقطت العائلة الإمبراطورية بعد انقلاب شنته جماعة من ضباط الجيش لينفى الإمبراطور والإمبراطورة وكل الأفراد العائلة المالكة كانت تيريزا حزينة جدا حيث أنها كانت تريد أن تكمل بقية حياتها في البرازيل وعندما أخبرها أحد الضباط بضرورة الاستسلام ردت عليه قائلة لطالما كنت مستسلمة دائما ولكن كيف يمكنني الآن ألا أبكي وأنا مسترطة أن أرحل عن تلك الأرض وللأبد وكما أسلفنا فلقد بادلها الشعب هذا الحب ويقال بأن الحزن قد عمل برازيل عندما تم الإعلان عن وفاتها بعد شهر واحد فقط من نفيها حيث توفيت آخر إمبراطورة برازيلية سنة 1889 وكانت وفاتها في البرتغال لينتهي بذلك فصل من فصول تاريخ البرازيل أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو نتمنى أن يكون قد أعجبكم إلى اللقاء في فيديوات قادمة تحياتي أنا فرداوس حافظ الرشيد إلى اللقاء